والآن مع قطوفي من بستاني لبوة وسيلته العقلات الشريفة صلى الله عليه وسلم فليتفضل تلميذ بضر المجاضي على بركة الله مشكور ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ثانية عشر من ربيل أول وسماه جده عبد المطلب محمد أبوه عبد الله أمه آمنة بنت وحد قبيلته قريش مردعته حليمة السعدية جده عبد المطلب عمه أبو طالب مكان ولادته مكة المكرمة أخذته حليمة السعدية لتردعه فلما بلع من العمر ست سنوات ماتت أمه آمنة بنت وحد عمل صلى الله عليه وسلم برعي الغامل فلما بلع من العمر إثنى عشر سنة صاحبه عمه إلى بلاد الشام فرآه الراعي البحيرة ورأى الغيمة والخاتر فقال إنه النبي المنتظر ولما بلع من العمر خمسة وعشرين سنة صاحبه إلى بلاد الشام للمرد الثانية في التجارة لخديجة ثم زواجه منها وزقه الله منها رضي الله عنها أربع بنات وهن زينب ورقية وأم كالتوم وفاطمة الزهراء ورزقه الله إثنان من البنين وهما القاسم وعبد الله الملقى بالطاهر الطير ولما باه من العمر أربعين سنة بدأ يزعبه في غار هراء وفي الليلة السادع والعشرين من رمضان نزل عليه جبريل عليه السلام فقالوا اقرأ قال ما أنا بقرأ قالوا اقرأ قال ما أنا بقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي يخرج أعوذ بالله من الشيطة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وأنتم صلوا على رسول الله أقرأ أقرأ شكرا